بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد أهلا بكم أيها الحاضرون الكرام في هذه الفرصة الطيبة أن نناقش الاستراتيجيات الفعالة لزيادة اهتمام الطلاب بتعلم اللغة العربية أنا أوفارز الرئيس من الصف التاسع شرق الأوسط وأخي محمد غزي من الصف العاشر شرق الأوسط ونحن من الولدان الثالث سنكون معكم في هذا البرنامج لمدة 45 دقيقة إن شاء الله بسم الله أهلا بسم الله pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang menyaksikan langsung ataupun secara online dari platform media sosialnya Alwildan selamat datang insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya Ghazi dari kelas 10 bersama teman saya Awufa dari kelas 9 dan akan membantu acara diskusi dengan judul strategi efektif meningkatkan minat belajar seorang anak dalam berbahasa Arab insya Allah kita akan duduk bersama selama 45 menit ke depan insya Allah terima kasih 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 في هذا اليوم وهو الدكتور مصطفى عبد الجبار السوداني هو الدكتور ومتخصص في تدريس اللغة العربية ومستشارها وخبيرنا الثاني عندنا الشيخ محمد بن إدريس السوداني هو مدرس اللغة العربية وعنده خبرة في مجال تدريس اللغة العربية لعدة سنوات ومنتظم في الأنشيطة الغوية في مؤسسات تعلمية مختلفة نعم إن شاء الله في مدرس اللغة العربية في مدرس اللغة العربية في مدرس اللغة العربية yang mengenakan gamis kuning dan disebelahnya ada شيخ محمد إدريس السوداني كدوانya orang Sudan ya sebagaimana telah saya sebutkan yang keduanya memiliki pengalaman yang sangat banyak mengajar bertahun-tahun bahasa Arab di negeri ini dan khususnya di madrasah kita tercinta Awil dan Islamic School 6 Alhamdulillah في بداية مناقشتنا أود أن أسأل الشيخنا الكريم يعني الشيخ إدريس إن شاء الله طيب يا شيخ ما رأيك في تعلم الطلاب اللغة العربية في سن مبكر وخاصة في سيق التعليم الديني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا أحيي الضيوف الكرام و أتمنى من الله عز وجل التوفيق والسداد طيب يا أوفة هذا سؤال مهم جدا يجب على الآباء أن يهتموا بمرحلة الطفولة لأن في هذه المرحلة يكون الطفل لديه قدرة من الإستيعاب والفهم بسرعة لديه قدرة لديه قدرة عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسوّدو أي بمعنى تعلموا ما دمتم صغارا أمير المؤمنين عمر بن الخطب رضي الله عنه بلو berkata تفقه قبل أن تسوّدو yang artinya belajarlah kalian sebelum kalian sibuk, sebelum kalian dewasa, sebelum kalian memiliki banyak pekerjaan karena memang waktu kecil ini adalah waktu terbaik untuk belajar ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن تكون طريقة التعليم على حسب عمر الطفل لأن الطفل يتعلم بطريقة تختلف على الكبار ويجب أيضا أن تكون الطريقة ممتعة ومشاوقة نعم 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 ويجب أيضا على المعلمين والوالدين التحلي بالصبر حيث يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن الطفل من التعلم بشكل جيد مقلبي مقحوق خزززززززززز بالصبر سبحانئة نجد على يوم نторов العلمني طيب ما شاء الله شكرا على الجواب يا شيخنا الكريم والآن ننتقل إلى سؤال الموجه لدكتورنا المصطفى السؤال يعني ما هي الفوائد الأخرى لتعلم اللغة العربية للطلاب ربما من الناحية المعرفية أو الاجتماعية فضل يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يعني من ناحية اللغة العربية ومن المعلوم أن اللغة ليست أداة لتعلم المهارات فقط وإنما اللغة تعلمها استثمار استثمار للطالب من عدة نواحي منها كما ذكر قبل قليل الأخ الناحية المعرفية ومنها الناحية الاجتماعية وزيادة أو أضف على ذلك كذلك الناحية الصحية من ناحية الصحة تعلم اللغة يفيد هذه الجوانب الثلاث بامتياز ومباشرة ومباشرة فأما من الناحية المعرفية فمختصر القول أن تعلم اللغة يوسع المعرفة للإنسان توسيع المعرفة يعني تصبح معرفة الإنسان واسعة وكثيرة ثم الفائدة التي تليها هي من الناحية العقلية أن الإنسان يحتاج إلى رياضة حتى يصبح اللعض بصحة جيدة ورياضة العقل رياضة العقل العلم العلم ومن أجوة وأفضل أنواع العلم لتنمية العقل وقوة عقل الإنسان هو تعلم اللغة تعلم اللغة و هذا شيء مثبت نعم kemudian pertanyaan kedua pertanyaan pertama untuk Syekh Mustafa terkait manfaat belajar bahasa Arab terhadap sisi kognitif dan sosialnya seorang siswa nah Syekh mengatakan poin pertama yaitu terkait pengaruh bahasa Arab terhadap kognitif seorang siswa yaitu bahwa mempelajari bahasa itu secara singkat dia mempertajam otak kenapa karena setiap anggota badan kita itu butuh olahraga dan olahraganya otak itu dengan ilmu dan ilmu yang paling baik yang paling afdol untuk melatih otak kita adalah ilmu berbahasa ini poin pertama terima kasih baik terima kasih terima kasih nah kemudian dari segi sosial bahwasanya tidak diragukan lagi dan sudah ma'ruf di kalangan manusia bahwa belajar bahasa itu mampu memperluas keterampilan bersosial seseorang tidak 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 bahwa pembelajaran bahasa itu memperkuat hubungan kita dengan manusia طيب والإضافة الأخيرة في فوائد اللغة أو تعلم اللغات هو جانب مهم جدا وهو جانبا الصحي أو الطبي والفائدة هنا أن هناك نوع من الأمراض يسمى الزهايمر الزهايمر ومرض الزهايمر هذا يصيب عقل الإنسان فيؤدي إلى كثرة النسيان يعني الإنسان ينسى دائما وينسى كثيرا وهذا يكون مع تقدم العمر يعني عندما يكون الإنسان كبيرا في السن ستين إلى سبعين ثمانين ممكن يصيب بالزهايمر فتعلم اللغات من فوائده الويقاية وتأخر الإصابة بهذا المرب الزهايمر نعم زايمار نعم نعم ada penyakit زايمار yang dia disebabkan karena محو سبب سيخ سبب نعم يوسف بيباني سيان نعم penyakit ini menyebabkan kita mudah lupa dan itu biasa dialami oleh mana oh dalam umur yang masih masih muda dan belajar bahasa ini bisa menjadi sebab kita terjaga dari penyakit زايمار atau kita tak akhur tidak terkena penyakit ini kecuali di usia yang sudah tua ثم akhirnya التعلم يعتبر تعلم اللغات يعتبر من أنواع المتعة يعني الإنسان عندما يتعلم اللغات يشعر بالمتعة يستمتع بتعلم أي لغة فتعلم اللغة هنا من فوائده أيضا يزيل التوتر والقلق التوتر والقلق يعني الإصابات مثل أمراض الدبرشان دبرشان هذا يسمى الاكتئاب دبرشان من أنواع العلاجات للإكتئاب أن الإنسان لابدان يدخل يدخل في نشاط نشاط يملابي وقت الفرق نشاط تعلمي ومن الأنشيط الجميلة التي تصيب الإنسان بالمتعة هو تعلم اللغة Terakhir manfaat dari belajar bahasa ini adalah kesenangan ada sebagian orang yang memang mereka tuh senang belajar bahasa bahkan oh iya belajar bahasa ini bisa menghilangkan kebosanan intinya gitulah intinya belajar bahasa itu seru ada sebagian orang yang menganggap belajar bahasa ini seru sehingga bisa menghilangkan bahkan bisa menghilangkan galau bisa menghilangkan kalik galau di masjid atau في الفصل ثم الكتاب ثم الأستاذ يشرح وَطَالِبْ يَقْرَى وَيَفْهَمْ هذا سمع تَقْلِدِ kemudian pertanyaan selanjutnya terkait strategi meningkatkan minat dalam berbahasa Arab sebelumnya saya menyampaikan bahwa talim itu bahwa pembelajaran itu terbagi menjadi dua jenis yang pertama taklidi yang kedua al-ma'asir mu'asir mu'asir nah metode pembelajaran taklidi ini adalah metode lama yang udah ada sejak zaman dulu ada ustad nerangin di masjid atau di kelas ada kitab terus ustad menjelaskan dan murid paham ini namanya talim at-taklidi metode taklidi ثم النوع الثاني وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ لَيْهِ الْأَن الطَالِبْ لِدِّرَاسَ أو لِدِّرَاسَةُ اللُّغَى وَمَا يُسَمَّا بِ اَقْتِفْ لِرْنِي اَقْتِفْ لِرْنِي اَوْ مَا يُسَمَّا بِ تَعَلُّمْ النَّشِط تَعَلُّمْ النَّشِط وَهَذَا يُسَمَّا التَعْلِيمُ مَعَ الْمُتْعَةَ التَعْلِيمُ مَعَ الْمُتْعَةَ dan kemudian تَعْلِيمُ الْمُوَسِّرُ adalah jenis pembelajaran yang perlu diperbanyak pada masa-masa seperti ini atau biasa kita sebut sebagai active learning atau bahasa lainnya تَعْلِيمُ مَعَ الْمُتْعَةَ belajar sambil bersenang-senang dan ini yang dibutuhkan pada masa-masa saat ini dimana anak-anak zaman sekarang itu ya seperti yang kita tahulah gampang bosen terima kasih 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 Nah untuk pertanyaan selanjutnya terkait langkah-langkah yang diambil oleh Awudan Islamic School dalam meningkatkan minat berbahasa dari para siswa yaitu yang pertama adalah dengan pembagian kelas peminatan di Awudan sendiri terdapat empat kelas peminatan untuk jenjang SMA dan 3 untuk yang SMP salah satunya adalah pembagian kelas peminatan Middle East atau bahasa Arabnya Sharkal Austab atau kita biasanya nyebutnya ME biar singkat ME Nah kelas Middle East ini kelas ME ini dikhususkan untuk para santri untuk para siswa yang tertarik memperdalam bahasa Arab dan ingin melanjutkan studinya ke kampus-kampus berbahasa Arab tentunya yang ada di timur tengah Ini khusus Masa dari sebebohan di sini juga dikhususkan dipercayaan dipercayaan di Indonesia dipercayaan dengan jamaah dan 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 itu المترجم للقناة 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 طيب شكرا على الإجابة الممتازة يا شيخنا الكريم طيب والآن ننتقل إلى التحديات التي نواجهها بشكل متكرر يا شيخ إدريس ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها في تعليم اللغة العربية وكيف يمكنك حلها؟ طيب أولاً ممكن خوف الطلاب من تعلم اللغة العربية هذا ممكن من التحديات لأن الطلاب يعتقدون بأن اللغة هي أمر صعب وفيها ما فيها من النحو والقواعد والبلاغة والصرف فهذه أول التحديات pertanyaan selanjutnya kita membahas apa aja sih tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam mempelajari dan mengajari bahasa Arab saya menyebutkan bahwa tantangan pertama adalah takutnya para siswa terhadap bahasa Arab kenapa kenapa para siswa ini takut dengan bahasa Arab karena kebanyakan dari mereka menyangka bahwa bahasa Arab ini susah bahasa Arab ini ada نهو والقواعد والصرف كعيدة dan lain-lain jadi mereka dari awal mereka sudah takut dengan bahasa Arab sehingga mereka tentunya akan kesanannya akan sulit dalam berbahasa Arab karena mereka dari awalnya sudah takut ومن التحديات أيضا untuk dipraktekkan di dalamnya bahasa Arab jadi para siswa ini sudah belajar bahasa Arab di kelas cuman ketika mereka keluar kelas mereka malah berbicara dengan bahasa lain sehingga sulit karena memang bahasa ini asalnya ini adalah sebuah kebiasaan baik baik بالنسبة للحلول أولا يجب علينا أن نحبب الطلاب في اللغة العربية باستخدام طرق وأساليب ممتعة ومشوقة ثانيا تكوين بيا عربية للممارسة الحوارات اليومية داخل السكن أو في المدرسة اكثر منفع سنة انشاء الله اقتنین اقفع 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 ممتاز ممتاز و الآن سؤال لدكتور مصطفى سؤال هل هناك أي تحديات مختلفة توجيهها ربما من حيث تحفيز أو طرق التدريس طيب من ناحية التحفيز التحفيز وهذا المتفاسي أو متفاشن التحفيز هناك أمران الأمر الأول قصر الانتباه قصر الانتباه ما المكسود؟ المكسود أن الطالب عند دراسة اللغة أو اللغة العربية فإن التركيز التركيز والانتباه قصير يعني قليل ثم بعد ذلك يصاب بالملل يعني وهذا من التحديات المتعلقة بالتحفيز أن الطالب لا يتحمس ويتشجع لتعلم لمدة طويلة فالمسافة قصيرة نعم ثانيا ثانيا الدافعية الذاتية يعني الحماسة الحماسة عند الطالب أيضا قليلة قليلة فهو يحتاج إلى تشجيع مستمر حتى تكون الدفعية لتعلم اللغة العربية نعم 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 adapun dari segi تحفيز dari segi motivasi تحفيز pakai زي kalau pakai ذو artinya beda ya pakai زي تحفيز artinya motivasi dari segi motivasi setidaknya ada dua tantangan yang perlu kita hadapi yaitu yang pertama adalah pendeknya perhatian seorang siswa jadi dia belajar kesananya malas atau belajar ya cuman buat nilai doang udah dapet nilai gak belajar lagi ataupun yang kedua disini adalah emang kurangnya motivasi dari diri kita sendiri dari dalam diri tidak ada semangat diri dalam belajar bahasa Arab dan ini adalah tantangan dari segi motivasi terima kasih asasiyan ومهمman amaran asasiyan ومهمman يتعلقان بتحديات طرق التدريس الاول هو نقص الموارد التعليمية نقص الموارد التعليمية ما المقصود بالموارد التعليمية يعني كل شيء نحتاج إليه للتعليم والتنفيذ من نحية المنهيج الكتب البيع المدرسة الاستاذ المتخصص الاستاذ الكفاء هذه تحديات تواجه طرق التدريس تسما بالموارد التعليمية نقص kemudian ada pun tantangan dari segi pengajaran dari cara mengajarnya itu ada dua poin penting yang juga saya sampaikan yang pertama diantaranya adalah kurangnya mawarid mawarid dalam pembelajaran mawarid ini maksudnya segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu entah itu tempatnya atau mungkin kitabnya atau mungkin gurunya nah ini adalah tantangan yang dihadapi kebanyakan orang-orang di luar sana mereka mereka kurang kurang terfasilitasi untuk belajar terfasilitasi maaf والثاني والأخير يسمى بالضغط الأكاديمي ما المقصود بالضغط الأكاديمي وهو أن الوقت للتدريس لا يكفي حتى ندخل الأنشطة المختلفة لتعليم اللغة بالنسبة للطالب بمعنى أن الأستاذ قد تكون عنده أفكار كثيرة يعني التعلم باللعب بالجيم المتعة في التعليم يريد أن ينفذ هذه البرامج حتى الطالب يفرح ويستمتع بتعلم اللغة فتجد المشكلة في الضغط الضغط الأكاديمي بمعنى الوقت لا يسع بسبب كثرة البرامج وقلة السعاد هذا هو المقصود بسبب كثرة البرامج وقلة السعادة في التعليمي وقلة السعادة في التعليمي بسبب كثرة البرامج بسبب الممتازة وجيدة طيب دعونا نناقش دور الوالدين في دعم أطفالهم لتعلم اللغة العربية طيب سؤال موجه للشيخ إدريس يا شيخ ما هي نصيحتك للآباء الذين يريدون أن يكون أطفالهم أكثر اهتماما بتعلم اللغة العربية بارك الله فيك أوفى هذا السؤال مهم جدا يجب على الآباء أن يغرصوا في أبنائهم حب اللغة العربية لأن اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة وليسة للعرب فقط لغة المسلمين كما قال عمر رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم كما قال kemudian kita melanjutkan diskusi kita memasuki tema peran orang tua dalam mendidik anaknya dalam berbahasa Arab nah disini Sheikh menyampaikan bahwa wajib bagi sejap orang tua untuk menanamkan rasa cinta terhadap bahasa Arab dalam hati para anak-anak mereka kenapa? karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kita Bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran dan As-Sunnah tidak dapat dipahami Kecuali dengan kita memahami bahasa Arab Makanya beliau menukilkan perkataan Omar ibn al-Khattab Belajarlah kalian bahasa Arab Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian Dan juga bahasa Arab adalah bahasa Arab Bahasa Arab adalah bahasa Arab 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 وَالْخُلُقْ تَأْثِيرًا بَيِّنًا يعني نحن ندرس اللغة العربية في نفس الوقت نكتسب الأخلاق الحسنة والحميدة 6. Kemudian belajar bahasa Arab itu juga berpengaruh kepada akhlak seseorang sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ketahui lah bahwasannya kebiasaan berbahasa itu mempengaruhi akal, agama, dan akhlak seseorang dengan pengaruh yang sangat kuat dan sangat jelas maka ketika kita belajar bahasa Arab, kita tidak hanya belajar bahasa saja kita juga di sana dididik untuk lebih beradab dan berakhlak لِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى الْأَبَاءِ الْإِهْتِمَامِ بِهَذِهِ اللُغَى فِي قَعَيَتَ الْإِهْتِمَامِ maka wajib bagi setiap orang tua untuk memperhatikan bahasa ini dengan perhatian yang sangat besar شكرا جزيلا على الجابة الجيدة يا شيخ طيب الآن سؤال لدكتور مصطفى نعم يا دكتور ما هي المشكلات التي يواجهها الوالدين في تعلم اللغاء العربية وكيف تحل تلك المشكلات بارك الله فيك هذه من الأشياء اللي هي يعني معروفة وباينة أو واضحة أولا الأب أو الأم ليس لديهم وقت يعني ما في وقت فهذه مشكلة ستواجه الأب كيف يعلم اللغة وهو أصلا ليس لديه وقت ثانيا ثانيا قد يكون الوالد أو الوالدين ليست لديهم معرفة باللغة العربية فإذا هو لا يعرف أو هما لا يعرفان اللغة العربية أيضا هذه مشكلة وهذا تحدي في تعلم اللغة في البيت قلة الوقت وأن الوالدان لا يعرفان تعلم اللغة ثالثا البيئة قد يكون البيت أيضا يعني لا توجد في البيت بيئة تشجيعية أو يعني تحفيزية لتعلم اللغة العربية فبعض الطريق الطالب أو الولد في البيت لن يتعلم لن يتعلم اللغة ستكون هناك صعوبة وشيء الرابع والأخير هو قلة الدافعية يعني في الغالب أن الطالب نفسه ليست لديه هما لتعلم اللغة العربية ثالثا 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 Kemudian yang kedua Ini adalah Maksudnya kedua Masalah kedua Yaitu ketika kedua orang tuanya Tidak bisa berbahasa Arab Tidak mengetahui pembelajaran Bahasa Arab Sehingga tidak mungkin juga untuk mengajari Anaknya bahasa Arab Dan yang ketiga adalah tidak adanya Lingkungan yang mendukung Si anak ini untuk belajar bahasa Arab Dan yang terakhir Adalah kurangnya motivasi Dan kurangnya semangat Dan kurangnya keinginan Dari diri sang anak tersebut Tidak والثاني لا يعرفان اللغة العربية إذن ممكن في هذه الحالة كعلاج مبدئي يتعاون الآباء مع العبن في تعلم اللغة وخصوصا الآن بوسائل التواصل أو الانترنت المعاصر موجود الذكائي الاصطناعي الآئي يعني التكنولوجيا الموجودة الآن ممكن تساعد في يعني تعلم اللغة ثم الأخير لابد أن نشجع الطالب يعني لدافعية نحفزه لتعلم اللغة كما ذكر قبل قليل لأستاذ الشيخ يعني علاقتها بالدين ونحبب إليه اللغة لأنها من الدين وكذا في هذا العمر أمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ذِوَ اَرُسَ مُنَّهَ اٰرُوا امْ أَرُسَى مُنَّهُ بَنَهُ بَرْبًا احْرَبٍ كننşَاءً افرحاً كثيراً اضَاءَي ارسياً افرحاً كثيراً كثيراً اخذ انه روز افرحاً افرحاً برهو أنقلنا الملكمئة تبقى، لا يجب أن تحدث أي دولة إلى تعالى. يجب أن يتعلم على الإنسان ، على الإعيام ، على المدينة، على كامل يجب أن يساعدنا للمشاهدة. وصلنا ناستطيعًا جدًا من أجل ستحديث، يجب أن نخطأ ببعض المطاقر في المدينة يجب أن يتعلم نسيتنا أيضاً لأننا مجادياً للمشاهدة. Dan yang terakhir adalah dengan terus memotivasi diri kita sendiri Anak-anak kita untuk terus belajar bahasa Arab Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekh Idris Bahwa bahasa Arab ini adalah bahasanya agama kita Bahasanya Al-Quran dan As-Sunnah Yang Al-Quran dan As-Sunnah ini tidak dapat kita pahami Kecuali dengan belajar bahasa Arab Baiklah, terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kita kembali kepada Syekh Idris Syekh Idris Syekh, bagaimana menggunakan teknologi Dalam Al-Quran Baiklah 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 سهلا و سريع فهذه التغنيات نعم لها دور فعال بشكل ملحوظ دور فعل ترجمة اخبرتbee ображية wami الأسbled الرحمن کانون المخدر نعم كبيرة العديد كiable نعم لتخط百 جدا ... aggressive surveillance... ... ooh defended ... ... baby ... ... which, so we can learn again which thing... ... more often, let's change – ... on Google, and se-breَعَام ... to go to watch video Arabic ... or we can read – read – ... like writing, ... or zu Rita ... بركمنikasi dengan orang luar dengan cara yang jauh lebih mudah daripada zaman dahulu makanya teknologi ini punya peranan yang sangat penting dalam pendidikan bahasa Arab nah sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang besar ini kita jadi lebih mudah untuk melakukan sesuatu entah itu kebaikan ataupun keburukan dan tentunya cara kita bersyukur adalah dengan menggunakan teknologi ini untuk mendapat banyak kebaikan dari luar sana MashaAllah شكرا على الإجابة الصحيحة والممتازة يا شيخ والآن ننتقل إلى سؤال الأخير الموجه لدكتور مصطفى طيب يا دكتور ما هي استراتيجيات تعليم اللغة العربية التي يمكن تطبيقها في المنزل أو المدرسة طيب هناك استراتيجيات أو نحن نسميها أيضا خطط أو وسائل تعليمية مشتركة يعني ما يمكن ينفذ في البيت أيضا ينفذ في المدرسة والذي نريد أن نجعله هو الأساس في هذه المسألة يسمى بالبيئة البيئة التعليمية أو ما يسمونه بالبيئة المصطنعة بيئة مصطنعة يعني نجعل البيت أو المدرسة بيئة لتعلم اللغة بيئة لتعلم اللغة إذن كيف نجعل البيئة لتعلم اللغة الأنشطة تكون باللغة العربية الملصقات التعليمية المشاهدات الفيديوهات الألعاب هذا ما يسمى بالنشاط التفاعلي كل هذه ممكن نستخدمها لنجعل البيت أو المدرسة بيئة تعليمية اللغة العربية Undo Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir terkait strategi untuk strategi untuk strategi untuk membuat lingkungan yang mendukung untuk apa menerapkan bahasa Arab di rumah maupun di sekolah yaitu dengan kita كما أنّه أعطيها refuge لأن جامعة النبوة الفقط معها ألا يشبكي في داخل المستطيع أعطيب نبال الحبرة أحد أبوات نبال تقليل كمثالات نبالات نصبت أو منطل شهر داخل نطبينا نظر نحن نطبينا بيديو بيسم منطب أو أبواتنا نحن نشبك في هاتف في عام رمينا نحن نعطبينا بيسم وثواني خريب نطبينا طيب يا شيخ شكرا جزيلا على الأجوة سأقرا لكم خلاصة هذا المرنمج من هذا البرنامج عرفنا أن اختيارات الاستراتيجيات في تعليم اللغة العربية مهمة للغاية سواء كان للآباء أو المعلمين أن يمثل دورا فعالا في دعم أطفالنا لتعلم اللغة العربية ومع الأساليب الصحيحة والبيئة الداعمة والتحفيز القوي إن شاء الله Nah disini kita akan meringkas materi yang telah kita bahas selama bermenit-menit kebelakang Intinya kita harus memiliki strategi baik itu dari guru maupun dari orang tua strategi yang efektif Bagi para anak-anak untuk mereka bisa belajar bahasa Arab Terutama dengan cara-cara yang menyenangkan dan dorongan yang kuat dari pihak ya sama orang tua ataupun dari pihak guru وشكرا جزيلا لشيخين الفاضلين هم الدكتور مصطفى عبدالجبار السوداني وشيخ محمد بن إدرس السوداني على المعلومات النافع وَأَسَا أَيَكُونَ مَا نَاقَشْنَاهُ الْيَوْمُ مُفِيدًا لَنَا جَمِعٍ وَيُمْكِنُوا تَطْبِقُهُ فِي حَيَاتِنَ الْيَوْمِيَةِ Kemudian kita mengucapkan terima kasih banyak Jazakumullah Khairan Khairan Kepada kedua syekh kita Syekh Doktur Mustafa Abdul Jebar Dan juga Syekh Muhammad Idris Atas apa yang telah kita dengarkan dari mereka berdua Semoga menambah kebarokahan kita pada hari ini Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dengarkan pada hari ini InsyaAllah Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih banyak Jazakumullah Khairan Khairan Kepada para penonton Baik yang itu hadir secara langsung Di AISBSD pada tanggal 30 ya sekarang 30 Agustus 2024 Ataupun yang menonton dari media sosial Kita mengucapkan terima kasih banyak Dan semoga kita semua telah mendapatkan Manfaat dari apa yang telah kita dengar Selama beberapa menit kebelakang ini Saya Farizal Rais Minasafi Al-Tasih Shariq Al-Ausat Muhammad Gazi Gaisan Gaisan Minasafi Al-Asir Baik Nakululakum Syukran jazilan Wa nuwati'akum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh